طيب خليني اقول لحضراتكم وما فيش شك والحقيقة بعيدا عن حتة المنافسة يعني انا عارف ان المنافسة في وقت من الوقت ممكن تخلع عصبيات لكن لما تبعد شوية عن اجواء المنافسة بين الاندية وبين بعضها ما فيش حد ممكن ينكر الا جاحد الحقيقة انه النادي الاهلي يعتبر المصنع الاول في تقديم الابطال في مختلف الرياضات على مر العصور كلها المؤسسة دي الكيان ده الهرم الرابع ده اللي ادى مساحة وادى فرصة لمصر والمصريين انها هيكون لها مكانة دولية في مختلف الالعاب الرياضية اعتقد وبالتأكيد على مدار ادارات متعددة سهمت ادارة بعد ادارة فان احنا نوصل او الاهلي يوصل للمكانة اللي بيستحقها النهاردة بالمناسبة ادارة النادي الاهلي حصلت على شهادة المطابقة مع الموصفات الدولية اللي هي معروفة طبعا بالايزو عشان يكون الاهلي هو اول نادي رياضي في الوطن العربي في قارة افريقيا يحصل على الشهادة دي اللي بتأكد على رغبة كل المسؤولين وكل القائمين على النادي ان هم يحطوه في المكانة اللي بيستحقها خلينا نتابع محراتكم جزء من كلمة محمود الخطيب بهذه المناسبة ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة في بداية طبعا برحب بمجموعة عصمان بي وشركة امي اي اس اللي في احتفالية اعتقد بالنسبة لنا شيء بيسعدنا وشيء بنتطلع عليه دايما كنادي اهلي ان احنا ازاي يبقى لنا ادوار مش بس رياضية ادوار ادارية ادوار مع العاملين في النادي ادوار مع اعضاء وجماهير النادي لازم النادي الاهل يكون عيلة واحدة ومنظمة واحدة الحقيقة يمكن الكلام ده ابتدى من حوالي اكتر من شهر وشوية المنزس خالد دراندالي كان يكلمني وقال لي ان عصمان بيه يعني بيفكروا ان شايفين النادي الاهل مؤسسة كبيرة وعايزين يشوف النادي الاهل يستحق ان يكون هناك المؤسسة كبيرة دي يكون هناك شهادة عالمية شهادة الايزو فطبعا بذكرهم جدا ومفكروا في النادي الاهل وفي الفترة دي اكتر من شهر تقريبا بقى فيه ادوار كثيرة جدا من مجموعة العمل اللي انا بذكرهم جدا كل واحد فيهم الحقيقة بتاعة الشركة اللي مع عصمان بيه على اساس ان هما تواجدوا في النادي تقريبا يوميا تواجدوا في النادي مع منافذ البيع في النادي مع الادارات المختلفة في النادي فقدروا ان هما يكونوا فكرة حقيقية عشان هما كمان يكونوا صدقين في التقرير بيرفعوه والفكرة الحقيقية دي هي اللي وصلت الناس اقتنعوا بيها في المنظمة العالمية اقتنعوا بهذا الامر بعد تقريرهم الحمد لله انهم شافوا على ارض الواقع ان الانادي الاهلي له اسس وله اسلوب متطور تقريبا يعني اداريا الحمد لله وطبعا ده مش عايزين نقف يعني كان فيه زيان بيقول دهاتي يا واسمان بيه هي دي مرحلة مرحلة اولى لكن التطور دوت او اسلوب الادارة ده او اسلوب التعامل مع اعضاء وجمهير النادي المنافذ اللي موجودة في النادي كيفية اعمالها ازاي دي بداية لان اذا كنا بناء اذا كنا بناء اخدر يكون فيه يعني بناء احمد لله سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي يكون هناك شهادة عالمية او الايزل العالمية يكون للنادي الاهلي هذا امر يساعدنا جدا بس بيحملنا مسؤولية كبيرة جدا ان القادم لازم يبقى احسن من كده والافضل لازم دايما يبقى فيه يعني طوانا باشكرهم لان هما يعني الحقيقة شافوا النادي الاهلي كمؤسسة كبيرة يعني فكروا الاول يشوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي الاول فده شيء انا بساعدنا جدا كمجلس دارة وكان باشكر مجموعة العمل اللي اشتغلت في خلال اكتر من الصهر مع مجموعة العمل الشركة باشكركم جدا على كل اللي قمت بيه دي ناس اوليك كبيرة بكرر شكر تاني لعصمان بيه ومجموعة الشركة كاملة وان شاء الله يكون زي ما يقول لعصمان بيه كادي بداية لتطور اداري ورياضي ومجتمعي اخر للنادي الاهلي اما يليق بالنادي الاهلي وجماهيره واعضاءه باشكركم جدا مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا